السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعينا ودرس جديد من كورس اعلانات فيسبوك فيسبوك اد معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نيوت الدروس اللي فاتت عرفنا يعني ايه اعلان فيسبوك وكمان اهداف وانواع الحملات الاعلانية وكمان اخترنا هدف الترافق وبدأنا في انشاء حملة اعلانية تستهدف موقع معينة وعرفنا ازاي تنشر جمهورك وجمهور مستهدف على حسب الاهتمامات العمر الدولة واعلادات تانية كتير للي لسه ما شافش الفيديوهات دي هتلاقي الروابط الخاصة بيهم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وطبعا لازم تشوفها علشان تكون ماشي معانا خطوة بخطوة ومش محتاج افكرك ان نجاح حملتك الاعلانية مرتبط في الاساس في نجاحك في اختيار هدف حملتك الاعلانية وكمان تحديد وتكوين جمهور مستهدف مية في المية النهاردة هنعرف مع بعض طرق فوترة الفيسبوك او اضافة طريق الدفع مناسبة لك وايه هي طرق الدفع المناسبة او المتاحة لك على الفيسبوك بس قبل ما نبدأ ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة وطبعا لو ليك اي استفسار ما تترددش لحزة واحدة ويسيب استفسارك في كومنت تحت الفيديو علشان نرد عليك في اقرب وقت ممكن وطبعا بنكون في انتظار اراءكم وتعليقاتكم بالموضوعات اللي عايزيننا نشرح عليكم على القناة يلا نبدأ درس النهاردة في كزا طريقة علشان ندخل على اعدادات الفوترة على الفيسبوك الطريقة الاولى وهي انك لما تبقى موجود على الصفحة الرئيسية او الشخصية بتاعتك على الفيسبوك بتروح على السهم الموجود على اليمين ده او على الشمال على حسب لغة الفيسبوك بتاعك وبتضغط عليها وتروح على اعدادات وتضغط عليها بيفتح لك صفحة البيانات الخاصة بحسابك بنزل على اعدادات او اللي موجودة هنا دي تضغط عليها عشان يفتح لك اعدادات الحساب هنا واروح على دي واضغط عليها هيقول لك هنا ما فيش اي مدفوعات قبل كده والحساب الحالي صفح لانه ما ضفتش اي فيزا هنا وبضغط على مجرد ما اضغط علي بيفتح لك تقرير خاص بوسائل الدفع بتاعتك بروح على اد بي منت ميسود وهنا بيفتح لك التلات طرق المتاحة او التلات وسائل المتاحة للدفع على الفيسبوك اللي هي كريدت او ديبيت كارد او بريبيت اللي هي البطاقات مسبقة الدفع والبيبال والفيسبوك اد كوبو بنختار اي طريقة من ديت وبنبدأ نكمل البيانات بتاعتنا طيب ايه هي الطريقة التانية انك توصل لاعدادات اه الدفع او الفوطرة الخاصة بالفيسبوك الطريقة التانية انك تروح لاعدادات الفوطرة الخاصة بالفيسبوك انك برضو بتروح على السهم ده بس مدال ما تضغط على بتدخل على كريدت ادس بيفتح لك هنا الصفحة دي الخاصة بانشاء حمل اعلانية بتروح على التالت خطوط دول وبتضغط عليها واروح على اختيار او دفع او فوطرة بتضغط عليها دي فتح لك برضو صفحة بيانات اه الدفع الخاصة بحسابك بضغط على وبعد كده بروح على او اضافة طريق الدفع عشان يفتح لي برضو الصفحة دي اللي فيها التلات طرق المتاحين زي ما قلنا اللي هي البطاقات المسبقة الدفع والبيبال والفيسبوك اه او الوسيلة هنا وهي وسيلة او بريبيت او مسبقة الدفع الطريقة بسطة جدا بتحط هنا الرقم الموجود على اه ضهر البطاقة وهنا اللي هو بحب حوالي ربعتاشر خمساشر رقم وهنا بتحط او تاريخ الانتهاء هنا الشهر وهنا السنة وهنا او او الرقم السري الخاص بالبطاقة بتاعتك بعد كده بتضغط على وبتضيف البطاقة من غير اي مشاكل وبتتقبل مباشرة وطبعا لو انت في مصر برشح لك بطاقة البنك العربي الافريقي اللي هي البطاقة المسبقة الدفع لاني مقبولة في كل المواقع مش الفيسبوك بس الطريقة التانية وهي البيبال والبيبال ده زي ما كلنا عارفين احد البنوك الالكترونية وان شاء الله هيبقى في فيديو مخصوص بشرح البنوك الالكترونية وبالاخص اه بنك بيبال وبنك بيونير المهم بتختار هنا اه بيبال وبعد كده تضغط على عشان يدخل على حسابك في بيبال وطبعا لازم بليك حساب في بيبال عشان تقدر تدفع عنه زي ما انت شاف هنا بقولك سجل الدخول في حسابك في بيبال وبعد كده بتبدأ تدفع وتاخد رصيد من حسابك الموجود في بيبال الطريقة التالتة وهي الفيسبوك اد كوبون ودي عبارة عن كوبونات بتتم شراءها من مواقع كتيرة جدا بتدي كوبونات بتبقى الكوبون عبارة عن خمسة دولار كوبون بعشرة دولار وهكزا او احيانا الفيسبوك بيدي لك كوبون مجاني بقيمة خمسة دولار عشرة دولار خمسين دولار عشان يشجعك لعمل حملة اعلانية وبعد كده بتضغط على عشان تضيف اه الكود اللي هو الخاص بالكوبون بتاعك. دول كانوا التلات طرق اللي انت او التلات وسائل المتاحين للدفع على الفيسبوك او الفوترة على الفيسبوك. بعد ما بتضيف الفيزا بتاعتك او البطاقة مسبقة الدفع الخاصة بيك الصفحة دي بتتحول من اد بي من تمسود للصفحة دي ان انت خلاص الفيزا انضغفت هنا اهي. الفيزا بتاعت اللي انا لسا ضايفها. وآآ بتتغير لاد ماني. مش اد بي من تمسود. لا هي اد ماني خلاص الفيزا اتربطت بالحساب. فانا عايز دلوقتي اشحن رصيد بضغط على اد ماني من هنا. زي ما انت شايف بيفتح لك آآ طرق دفع ان هي الفيزا اللي انت ربطتها بحسابك. او تضيف فيزا جديدة او الفيسبوك آآ آآ كوبون. المهم بختار الفيزا بتاعتي واضغط على كونتينيوم. هنا المسود صفر انت عايز اشحن بقديها اقول له خمسة دولار طبعا انت ممكن تزود ديت عشرة عشرين زي ما انت عايز. لكن انا هخليها خمسة دولار زي ما هي. واعمل للبي منت. انا بيقول لك خمسة دولار هعمل يعني هتفع بقى او هسحب خمسة دولار منع الفيزا عشان حساب الفيسبوك. على حساب الفيسبوك. انا بقول لك خلاص كده انت بقى في حسابك آآ خمسة دولار. اقول له اوكي. وغلد مادية الاوكي زي ما انتوا شايفين بيعملي تحديث للبيانات على الفيسبوك. اقول له نهوات الداتة هتظهر قدامك. هنا بقول لك اهو. آآ الرصيد المتاح بقى خمسة دولار. آآ الرصيد المتاح هنا ليك بقى خمسة دولار عايز تشحن تاني بتضغط على وهكذا. بانت كده شحنت رصيدك على الفيسبوك. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. وعرفنا وسائل الدفع المتاحة على فيسبوك او الفوترة. وعرفنا ازاي نضيف فيزا على حسابك الاعلاني. وكمان ازاي تشحن رصيد لحسابك الاعلاني من الفيزا اللي انت ضفتها. وبكده تقدر تبدأ في تحديد الميزانية الخاصة بحملتك الاعلانية. وكمان تحديد سعر النقرة. وده هيكون ان شاء الله موضوع الفيديو القادم في كورس اعلانات فيسبوك. كده خلصنا شرح النهاردة. يا ريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. وطبعا لو لك اي استفسار ما تترددش لحزة واحدة ويسيب استفسارك في كومنت تحت الفيديو عشان نرد عليك في اقرب وقت ممكن. وطبعا بنكون في انتظار قراءكم وكمان تعليقاتكم بالموضوعات اللي عايزيننا نشرح عليكم على القناة. انتظرونا فيديو جديد من كورس اعلانات فيسبوك. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت. اشوفكم على خير والى اللقاء.